أبناء الأعزاء أصعد الله صباحكم أو مساءكم حيثما كنتم النهاردة بإذن الآن نبدأ المحاضرة الأولى في الربروداكشن وهي خاصة بالميل الربروداكتف سيستم نبدأ على طول المحاضرة لأنها لا لدينا طبعا مختلفة على أن هذه هي أول محاضرة في الربروداكتف سيستم نتمنى أن نأخذها أول محاضرة وكما قلت أقول دائما هذه المحاضرات لصالح الأطفال ولمساندة الأطفال من المصابين بالسرطان فنتوقع الله ونبتدئ حسنا نبدأ حسنا نعدل شبابا من وضع حسنا نبدأ نبدأ أول نتكلم على الأناتومي من الميل الربروداكتف سيستم فالميل الربروداكتف سيستم في عندي البرائماري سيكس أورغان وفي السيكنري سيكس أورغان طبعا البرائماري سيكس أورغان هو التستس ومش عاوز حد يغلط ويقول خطأ أنه هو البينس ده يبقى خطأ جسيب البرائماري سيكس أورغان هو التستس إن ميل والأوريز إن في ميل أما فيما عدد تستس فهذا عبارة عن سيكنري سيكس أورغان فبنقول الآن يا أولاد إن البرائماري سيكس أورغان ده لو خذنا كروس سيكشن في التستس أهو هنلاقي الوضع كالآتي في سيمينيفرا ستيبيولز وحواليها في انترستيشل سيلز التستس هفغط اندوكراينال اند اكسوكراينال فانكشن الاكسوكراينال فانكشن إنها بتعمل سبيرماتوجنس ده اندوكراينال فانكشن بتطلع سبيرماتيس عن طريق ضاكت يبدأ أما الاندوكراينال فانكشن فهذا بتقوم بها الانترستيشل سيلز بتطلع مجموعة من الهرمونات أهمهم على الإطلاق هو التستستيروم ده اللي هو الميل سيكس هرمون لا ننسى إن السبينيفرا ستيبيولز اللي هي قولنا بتعمل سبيرماتوجنسيس بتكون سبيرمس ونسمي عمرية تكويل سبيرماتوجنسيس في حاجة تاني جانبها مهمة جدا هنا اسمها سيرتوري سيلز دي بتبقى سؤال ناظري مهم عن وظائف سيرتوري سيلز يبقى أول حاجة البرامر سيكس أورجان هو التستيس وقلنا التستيس هز قط يبقى أول حاجة البرامر سبيرماتوجنسيس يبقى أول حاجة البرامر سبيرماتوجنسيس وأندوكراينا الفانكشن بيقوم بها الانترستيس إنها بتطلع هرمونز أهمهم التستيسيروم نيجي بقى الساكندري سكس أورجانس الساكندري سكس أورجانس دي كالاتي عبارة عن system of tubes and ducts يعني بعد التستيس له يجد هنا الإبيديديميس وهي طولها حوالي 6 سنتي يجي بعدها ال vast difference بالشكل دي أول حاجة system of tubes and ducts بعد ذلك عندي accessory glands ثلاثة seminal vesicle الخويصرة المنوية وده أهم حاجة في ال MSQ إنها بتطلع 60% من إفراز السيمين حتى عشان كده اسمها seminal vesicle وعصرة المنوية يعني اسمها بيبدو منهم دي بتدي المكون الأساسي للسيمين ولكن أهم حاجة بتطلعها اللي هي الفراكتوز اللي هو غذاء السپيروس نيجي تاني جلاند عندي اللي هي غدت بروستاتا وده بتفرز 30% من إفراز السيمين وأهم حاجة فيها في ال MSQ إنها هي دي اللي بتخلي السيمين ألكالاين إيه أهمية إن السيمين ألكالاين قلنا حاجة تاني أولاد تنيترولايز انتو بتقولوا واحدة منهم الاسيديتي في فاجينا وكمان وكمان تنيترولايز الاسيديتي في ميل يوريثرا يعني نفس الميل يوريثرا والفيميل فاجينا لأنه هما كننكتد مع الاتموسفير مع الجو الخارجي فعرض أن يدخل فيها بكتين فعشان كده ربنا خلى الوسط في الميل يوريثرا والفيميل فاجينا أسيديك طبعا لو حطيت الاسيديتي في فاسط السيديك كما هي موت البكتيريا هي موت الاسيديتي يبقى إذا لازم نعادل هذه الاسيدية ده مسؤولية البروستيت اللي بتطلع 30% من السيمين وقلنا إنها في هذه الحالة بالسيكريشان بتاعها بيبقى الكالاين تمام؟ نيجي بعد كده تاني شيء بتطلعها البروستيت اللي هي اكس يوستوسيت اسيف لكهم موت بأستير في التسيكريشان هل طبعاen التسيكريشان بيبقى الكالاين لا تسيكريشان بهذا الشات انها مهمة في الفيناين يسمي البيتسيكř aquí السيكريشان هذا وظيفته الفيسيولوجية ان هو بيهيدرولايز الانهيبتور للسبير موتيليتي يعني بيشيل الحاجة اللي بتعوق اللي بتعوق حركة السبير لكن له اهمية كلينيكية رهيبة ان ده احد دلائل الاورام تيومر ماركر من ضمن الاورام او السرطانات المهمة جدا في الميل اللي هي البروستاتيك كانسر طب نعرف ازاي فيه بروستاتيك كانسر او لا بنقيس البي اس اي بروستاتيك سبسيفيك انجي فهو بيزيد في الكانسر لكن عشان ما حدش يتخضر حد ليه قريب لأزايب ممكن يزيد في احوال تانية مش لازم كانسر بيناين تيومر ورم حميد او او اتهاب البروستاتيه يبقى بيزيد في التضخم الحميد للبروستاتة اللي هو البيناين انلارجمت او اتهاب البروستاتيه يبقى بيزيد في البروستاتيه يبقى بيزيد في الكانسر بعد قليل ان الاسبرماتيك آرتري والاسبرماتيك فين بيبقوا في البمبيني فورم بليكسوس اللي هي الظفيرة المحلاقية سموها البمبيني فورم بليكسوس الظفيرة المحلاقية بيبقوا انكانتكوز ايش اوهر ودي مهمة جدا هنشوفها في الوظائر دي كانت يعني صفحة تضيع وقت اقرب منها لاي شيء اخر يبقى تاني البريماري سيكس اورغان هو التستيس في عجالة وده له التستيس هز جوتو فانكشنس اكسوكراينال اللي هو الاسبرماتوجينسيس بتقوم بيها السيمينيفرستيبيونس اللي بتحتوي بالاضافة للجيرم سيلس اللي بتعمل الاسبرماتوجونيا السيرتولي سيلس واندوكراينال فانكشن بيقوم بيها الانترستيشال سيلس ودي بتطلع الهرمونز مينلي تستيس تيوه اي حاجة مع عدد تستيس فهي ساكني سيكس اورغان ودول ثلاث حاجات سيستيب اف تيوكز ان داكت اللي هما الإبيديديميس والفاست ديفرنس ثلاثة اكسيسوري جلانس السيمينال فيسكي اللي بتشكل ستين في المية اهم حاجة بتطلعها الفراكتوز البروستاتيك اللي بيشكل تتين في المية من افراز السيمين واهم حاجة انه الكالايل ولا ننسى ان البروستاتيك فانكشن تعتمد على الاكستوسين وان فيه حاجة مهمة قوي قوي اسمال بي اس اي مهمة فيه سيروجيا انها بتانهيبت او بتهايدرويز الانهيبتور اللي بيمنع الاسبرموتيتل اما الاهمية الكلينيكية انها من دلاء الاورام بتزيد في الاورام الحميدة الاورام الخبيثة وفي الالتهابات وثالث غدة اللي هي الكوبارجلانس ثالث حاجة عندنا في الساكا دي سيكس اورجانس اللي هو البيلس انا عاوز بقى اللي عاوزي بيراجع اولاد يعيد الفيديو عشان عاوز عندي اقول كمية جديدة طيب نيكي اول سؤال نظري عندنا رطيف جدا ايه الفونكشنز اوف سيرتولي سيلز اللي هي الخلال المثلاثة دي فونكشنز و سيرتولي سيلز من اهم الوظائف والاسئلة في اربع ضعف نظيفها الاولى سيرتولي سيلز هي الام الحانية للحيوانات المنوية من حيث انها بتعمل لها ناريشمنج يعني ناريشنج يعني تغذيها وبروتاكتيب رول دي اول حاجة وطبعا احنا عرفنا ان النيوترنت في السيرتولي سيلز هو الجلاج ثاني يظيفة فاجوسيتي كرول ان في اثناء عملية السبرماتوجينيسيس اللي بكون فيها ملاييين السبرمز بيطلع ديبريس يعني حتة صغارة كده ممكن تأرتهت السبرمز فالسيرتولي سيلز تاني وظيفة انها بتنجلف بتلتاهم الريزيديوس اللي هم البقايا الديبريس دي ثالث وظيفة ما هو إلا ما هو إلا ما هو إلا هو اللي بيعمل وهذه الوظيفة الثالثة ومصادفة جميلة ثالث وظيفة فيها ترك المال لماذا هناك بريعة؟ أقولها بطريقة طفولية اعتبر البريعة مثل السور اللي بتحطه حضرتك حوالي الفيلا بتاعتك لماذا؟ لثالث أسباب بنحط السور عشان نحافظ على قطعة الأرض يبقى هنا نقولها بطريقة ثانية يعني حافظ على التركيب الفليود اللي هو السيوني فرستيبيولس هذا الفليود يتعامل بسرطولي سيلس طب ويفرق عن كلازمة في ايه؟ هذا سأسئلة في أنه في مور بوتاسيوم وأندرجين وخبت لك باللجاة المهمة قوي وإيستروجين الهرمون الأنثوي هنشوف الهرمون الأنثوي ده أهميته في السبرماتوجينس ولكنه يحتوي لس بروتين وغلوكوس يبقى أول وظيفة للمحافظة على تركيب السيوني فرستيبيولر فليود اللي عملته السيرتوري سيلس وهو يتميز بأنه أغنى في البوتاسيوم والأندرجين والإيستروجين وأفقر في المواد الغذائية اللي هي البروتين وغلوكوس ثاني وظيفة أنت ليه حضرتك عاطد صور حوالين الفيلا بتاعتك عشان تمنع خروج الدوميستيك أنيمال زي عندك كلاب عندك قطط عشان ما تطلعش بره نفس الكلمة هنا بريفانس الأنتيجينيك بروتكس أوف السبيرماتوجينس لألا يتصرب بعض الأنتيجينس اللي موجودة في عملية السبيرماتوجينس تروح البلد وحنقول لي وإيه الخطورة بدي اسمع المفاجأة هنا بقى الإميون سيستم جهاز المناعة لا يعلم شيئا عن السبيروس لا يوجد أي فكرة السبيرمس بالنسبة له كائن غريب فلو تصرب بعض الأنتيجينس الخاصة بعملية السبيرماتوجينس ورحت الدم الإميون سيكون ضدها أنتيباضيس والأنتيباضيس ستعبر للتسكيلس وتحطم السبيرمس أولا بأول يعني لو تلع الأنتيجينيك بروتكس دي بره في البلد فلو مرة واحدة الإميون سيستم هلقطها ويتعرف عليها لأنها شيئا غريبا ينتج ضدها أنتيباضيس تقتل السبيرم أولا بأول وهذا يحرس يا أولاد أولها لكم في التطبيق الإكلينيكي لو حصل انسداد في الدكس اللي بترقل السبيرم فهيحصل ارتجاع للسبيرم للدم كده العملية باغت لأن السبيرم عندما ترتجع الإميون سيستم لا يعرف عنها شيئا هيشوفها يكون ضدها أنتيباضيس الأنتيباضيس هتهاجم السبيرم اللي بتتكون بها أولا بأول ويصبح الشخص ده في معظم الأحوال عقيم إلا إذا تنبهنا الانستركشن وفكناه يبقى ثاني نظيفة للبارير أنه يمنع خروج قولنا الحيوانات الأليفة اللي عندها مين بقى الحيوانات الأليفة اللي هي السبيرم ما يخرجش نتائج الأنشيط للبارير لإلا الإميون سيستم يعمل ضدها السؤال الثالث لإيجاء البلاد وضع فلنجس فيها نحن النقل أو سامة أنها تنتقل من البلد للتوبالر فليود يبقى ده وظائف ال Blood Testes Barrier يبقى 3 وظائف قوعة تنساهم يبقى هو مين أساساً هو ال Blood Testes Barrier هو Tight Junction ما بين Sertory Cells تخيل دي Sertory Cells ودي Sertory Cells Blood Testes Barrier هو Tight Junction ما بينه وده ليه 3 وظائف تفتكرون بطريقة طفولية زي قلنا الحاجة بتاعة هذا الصور يحافظ على الكمبوزيشن بيمنع خروج الحجاب بيمنع دخول المواد المؤذية اللي ممكن تمنع عملية الانزام هنعرف ان الاسبرماتوجنس لا تتحمل اي اريتيشن الوظيفة الرابعة الاخيرة في السيرتولي سيلز وهي مصطفة جميلة برضو ان السيرتولي سيلز عندها سيكريتوري رول بتطلع اربع حاجات يبقى الثالثة هي افتكر ثلاثة والربعة اربعة يبقى الثالثة ثلاثة والربعة اربعة ثانيا عشان الليزر بس دوست بالخطة هنشوف من الاربع حاجات اللي بيطلعوا يبقى واحد هرمونز دي اول واحدة للاربع دي في اياه مجموعة بتطلع السيرتولي سيلز انتجين بايندين بروتين حتى تختصاره ABP بس انتجين بايندين بروتين يمسك الانش ليه ليه لان احنا عملية الاسبرماتوجينس عاوزة تركيز عالي من الاندرجن في التستيس فعشان ما يتصرب ش يخرغ برا البلط التستيرتولي سيلز بتطلع فروتين يمسك الانش دي واحد نمر اثنين بتطلع موليريان انهيبتينج سابستنس هنفهم ايه قيمتها دي في عملية تميز اعضاء الزكريا الى اعضاء زكريا هناخده موليريان انهيبتينج سابستنس بتطلع المثالات اكتيفين بيزاوي الاف اس اتش وانهيبين من اسمه يقال الاف اس اتش وبتطلع وهذه هي المفاجئة بقى ايستوجين واحد يقول لي هو المين الذكر عنده هرمون انثاوي اللي هو الايستوجين اقول له اه مين اللي يطلعه السيرتولي سيلز طب يطلعه ليه تصور تصور ان اكثر العمليات ذكورية في الذكر وهي تكوين لسبير تحتاج الى وجود ثمون الهرمون الانثاوي يعني الهرمون الانثاوي الانثاوي مهم الاهم عملية ذكورية في الذكر وهي تكوين السيرتول حتى بقولها انتوا بتنسوش الحكايات بتنسوا المعلومات فبقول كما انه وراء كل رجل وراء كل رجل عظيم امرأة وراء كل سيرتول سيرتول زي ما وراء كل رجل عظيم امرأة فيه وراء كل سيرتول سيرتول سيرتولي سيلز بتطلع اروماتيز انزاين هو ده اللي بيكونفيرت بعض الاندروجين الهرمون الزكري الى ايسترش وبرده قلتها وبقولها تاني قلت ان قصة الخلق اللي اتفقت عليها كل الأديان وان ربنا خلق الأول آدم ثم انتزع منه حوى اخب منه حوى فالناس بيقولوا دي يعني بيتهمون الناس بيتهموا الناس المؤمنين بان دي اساطير صور ربنا سبحان الله لم يترك نفسه بلا شاهد يعني هو بيدعونا ان احنا ننظر في انفسنا كل مرة اللي هو يمثل انثى لا يمكن الانسان يكون الهرمون الانثى على طول لازم الاول يكون اندرجين اللي هو هنا يعاد الادم ثم يؤخذ منه الاستروجين بواسطة الاروماتيز انزاين فالسيرتولي سيلز ازاي بيتجيب استروجين بتعمل اروماتيز انزاين يحول بعض الاندرجين الى استروجين أليست هذه أليست هذه هي قصة الخلق ان الاول آدم وبعد يتاخذ منه حوى فربنا بيدعونا ان احنا ننظر في انفسنا ربنا بيقولنا انظره فنبص نلاقي جوه جسم الانسان ولا مرة الاستروجين تكون عطول لازم الاول نكون اندرجين وبالاروماتيز انزاين نحول بعضا منه الى استروجين المهمة عملية الاسبرماتوجينس لانه قلنا كما انه وراء كل رجل عظيم امرأة وراء كل استروجين تعاني شاني بيطلع من السيرتولي سيلز بتطلع السيرتولي سيلز بروتوليتيك انزاين ده يعمل اي بقى يديزول في تايت جونكشن ما بين السيرتولي سيلز عشان اندي فرصة الاسبرمات تطلع في الداتس ورابع حاجة انها بتطلع السيمينيفرس اللي هو قلنا ان نريدش اموتاسيوم واندرجين واستروجين وفقير في البروتين والجلوكوز ده واحد من اهم الاسئلة يا بلاد اللي هو تطلع السيرتولي سيلز اول وظيفة واحدة وتعاني تاني وظيفة خب بالك بقى التالتة تلاتة اهي 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 التالتة تلاتة والربع اربعة واقولها في عجالة تانية يبقى اول وظيفة ان السيرتولي سيلز اللي هي الخلال المثلثة دي هي الام الحانية لسيرتولي بتعمل ناريشينج انبروتكتب رول بتغذيه وتوكله وتبروتكتب زي الام مع البيبي بتغذيه 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 تاني حاجة انها بتشيل اي حاجة تضايقه فاجوسيتي كرول ان كنتيجة لعمليات الاسبرماتيجينسيز بيطلع دي برز زغيرة هي بتلتهمها اولا باولا تالتة وظيفة وحدها مهمة جدا انها التايت جونكشن ما بين السيرتولي سيلز هي البلوت تيستيس باريير طب ايه اهمية الباريير قلناها بطريقة وطيفة او ياولاد انه انت ليه بتعمل صور حديقة قلنا عشان انت تحافز على الكمبوزيشن تعقيتها الارض بتاعتك فالبلوت تيستيس باريير ده بيحافز على الكمبوزيشن التعسيم نيفرستيبيوليس اللي هو بيتمايز بانه اغنى في البوتاسيوم والاندرج والإيستوجين وافقر في البروتين والجوليكوليس ليه في صور حديقة عشان الدوميستيك انيمالز الحيوانات الاليفة اللي بها متخركش عشان نواتج الاسبرماتيجينسيز اللي هي الانتجم متخركش لان الاميون سيستم ما عرفهاش هيعمل ضدها اميون ريسبونس طب ليه في صور حديقة عشان الحاجات الوحشة ما تدخلش اللصوص اللي هما في حالتنا مين بقى التوكسنز والنوشيس اللي هو الحاجات المؤذية لان قلنا عملية الاسبرماتيجينسيز عملية دقيقة جدا يبقى ثالثة وظيفة وهي البلاد تيستيس باريار فيها ثلاثة وظائف طب رابع وظيفة السكريتري رول لطيفة فيها اربعة يبقى الثالثة ثلاثة والربعة اربعة انها بتطلع هرمونز اللي هما مين بقى الاندرجين باينين بروتين وقلنا ليه عشان يمسك الاندرجين عشان حاوزين تركيز عالي الاندرجين يساعد عملية الاسبرماتيجينس موليريان انهيبتينج سابستانس تساعد في تمييز الزكر لذكر بعد اكتبيني زاول الف اس اتش وانهيبيني نقص الف اس اتش وايستروجين تخيل كل ميل عنده شوية ايستروجين مبعاثها في التستيس الساتولي سادس طب ازاي بيعمل ايستروجين ده انه بيكونفيرت بعض الاندرج الايستروجين بمساعدة الاروماتيز انزيم قلت عشان لا تنسيه في الزكر وفي الانثة لا يمكن يتكون ايستروجين عطول لازم الاول اندرجين ادم ثم يأخذ منه حوائل ايستروجين ثم تدسولف الطي جانشيز ورابح حاجة تعمل تيوبلر فليود ده كان سؤال نظري مهمة طيب نيجي الاسبرماتوجينس ده مفروض انه سؤال هستولوجي اساسا فهقوله فيه عجالة عمليك الاسبرماتوجينس دي فور فيزيس اربع خطوات بتكدوها في الهستولوجي انما اللطيف انه بتعرف انه كل فيز كل مرحلة بتاخد ستاشر يوم وعليه المراحل الاربعة ياخده اربعة وستين يوم يعني عشان تعمل نيو ست اربعة وستين يوم في اول ستاج اسمه مرحلة 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 ما اصده مرحلة انتطف الفور اشتراك ping تخت الانقسام الاختزالي يدى اثنين ساكندري سبرماتوسيت وانبراينر سبرماتوسيت لديه لديه نمبر القرموزوم انما الساكندري سبرماتوسيت لديه نصف عدد الكرموزومات هذا السؤال الذي ساعدك فيه ما يقولك الانقسام الإختزالي الميوزز اللي فيها عدد الكروموزومات بتنقسم للنصر عشان هيقابل النصر الثاني اللي جاي من الأوفم بيحدث في أنهي مرحلة الميوسيز بيحدث في مرحلة الثالثة اللي فيها 1 primary spermatocyte بيدي 2 secondary spermatocyte وبقولها بطريقة لا تنسى ولا تنسى جدا ال primary spermatocyte عنده deployed number of chromosomes بينما second spermatocyte عنده deployed number يعني ال 1 2 وال2 1 primary عنده deployed number of chromosomes بينما secondary عنده deployed number يبقى إذا انقسام الاختزالي حصل منين بقى تنسى في stage 3 من primary spermatocyte إلى second spermatocyte one primary spermatocyte يحتوي deployed number إنما second spermatocyte يحتوي upload number دي أهم نقطة في الباقي ده معرومات storage طيب نيجي الخطوة الرابعة بقى اللي هي transformation إنه one spermatocyte هيتحول إلى one spermatocyte with spermatozoa وبذلك حتى أربع مراحل مرحلة الأولى كترناهم proliferative نميناهم growth أهم مرحلة الثالثة الماتوريشة اللي هي الانقسام الاختزالي اللي فيها ال one primary spermatocyte لتو تساكند السpermatocyte يحتوي نصف عدد الكروموسومات وبعد أن آخر مرحلة اللي هي transformation اللي ستحول إلى السpermatocyte سؤال النظري يجب أن يخنم لو جهن، ولكن نحن نقول كورس كامل ومتكامل سأتي سؤالي يقول له تعرف ماذا عن السبيرميشن و السبيرميكاباسيتيشن؟ يأتي نادر عبا السؤال صعب السبيرميشن و السبيرميكاباسيتيشن سبيرميشن تخيل حضرتك نحن قلنا من هي الأم الحانية للسبيرم؟ السيرتولي سيلس طول ما السبيرم عايش في السيرتولي سيلس وهو عايش في السيرتولي سيلس تخيل ده كافي هو السيرتولي سيلس فهو إيماتيور غير ناضج ونط موبايل غير قادر على الحركة السبيرميشن انك تعمل إكستروجن تطلع هذا السبير من السيرتولي سيلس للإبيديديمس بره للضاكس عشان يمشي وفي هذه الحالة يتحول من إيماتيور و إيموبايل إلى ماتيور أند موبايل فحسموا العملية دي سبيرميشن يعني إيه عملية سبيرميشن؟ عبارة عن الإكستروجن يعني إخراج إخراج أن ماتيوريشن أو إيموبايل يعني كان غير متحرك كان إيماتيور و إيموبايل سبيرم وهو في السيرتولي سيلس أصبح موبايل وماتيور أول ما دخل في الإبيديديمس طب العملية دي ماذا يساعدها؟ ماذا يخرج السبيرم الغير قادر على الحركة والغير ناضج إلى الإبيديديمس حيث يتم بنضجه هناك و يصبح قادر على الحركة أول حاجة الماء إبثيلي السيلس حتى من اسمها ماء إبثيلي السيلس ماء إبثيلي السيلس تقصر السيرتولي السيلس تاني حاجة إحنا قلنا السيرتولي السيلس ما سكى ببعض بإيه؟ بطاي جونشن يبقى نفقه عشان نطلع السيلس يبقى محتاجين بروتوليتيك إنزيم تالت حاجة البروستيت تطلع على الكسين هرمون يساعد عملية السبيرمييشن يبقى ما هو السبيرمييشن يا أولاد حاجتين؟ الإخراج والإنضاق الإكستروجين يعني إخراج وما تعيش على الإنضاق لماذا؟ السبيرمي يتميز بشيئين إنه ماتيور وموبايل سعب ما يتنقى الإبثيليس يصبح ماتيور وموبايل من يعمل العملية هذه؟ الماء إبثيلي السيلس البروتوليتيك إنزيم سيرتولي سيلس وريلاكسين هرمون بتاع البروستيت تمام؟ طيب ما ليه عملية السبيرمي كاباسيتيشن؟ بسميها أكل ومرعة وقلة صنع لازم السبيرمي قبل ما يفكر ويجرؤ ويتجاصر ويقرب من الأوفم عشان يعمل لها لازم يقعد سبع ساعات في الفيميل برودوكتف تريك السبيرمي كاباسيتيشن هو الزمن اللي بيحتاجه السبيرماتوزوة أو السبيرم في الفيميل تريك وهي قدر بسبع ساعات ليه بقى؟ بيقعد سبع ساعات يعمل ليه؟ تؤكوار الكاباسيتي عشان يكتسب المقدرة انه يفيرتولايز الأوفم انه يخصر الأوفم تؤكوار ايه؟ الكاباسيتي المقدرة عشان كده سموها ايه؟ سبيرم كاباسيتيشن يعني اكتساب السبيرم المقدرة على إخصاب البيضة يحتاج أن يقعد سبع ساعات في الفيميري بروكتيب سيستم بيحصليه بقى السبع ساعات دي؟ واحد بتزيد الموتيلة اتنين بيعمل بريباريشن وبقولها بطريقة لطيفة عشان ما تنسوهاش بيعمل دماغ الأكروزوم في اللغة فاكرين لما قلنا أكرو ميجا لأطراف كبيرة فأكرو يعني طرف وزوم يعني جسم جسم طرفي بيبقى في الكاب في الهيد اوف داسبير بيحصل في الهيد اوف داسبير محاكتين بنشيل الجلايكو بروتين لير عشان يبانل الريسبتور اللي هتمسك في القوم دي واحدة والتانية بيحصل ان البروتينيك انزيم في الليسوزوم تتنشط عشان يقدر يعمل بريباريشن لجدار البوايدة هو ده عملية الاكروزومة يبقى ما هي الاكروزومة الاكروزومة الاول قلنا هو الجسم الطرفي اللي هو دماغ فيها الليسوزوم اللي فيها الهيد اوف داسبير محاكتين اللي هتمكن لسبيرم انه يبانل اوفر زائد بنشيل الكابل اللي عليها اللي هو الجلايكو بروتين اللي مغطيها الريسبتور اللي هتمسك في البوايدة من الحاجات الطريفة هل عملية الاسفيرم كافستيشن دي سؤال مهم جدا في الامس كيو لازمة لازمة ضرورية لعملية اخصاب البوايدة لا فاسيليتاتري بس مساهلة وليست لازمة والدليل على ذلك ان احنا فيه عندنا اخصاب بيحصل بره الجسم اللي هم اطفال انابيه ثم بعد ما تخصب البوايدة خارج جسم الانثة بره بيحصل 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 مساعدة مساعدة وليست لازمة بيحصل الكلام الكلام الاسهل والأهم بيحصل 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 من غير ما تبقى مذاكر سأخذ نامل ان المية المية عمريت الاسبرماتوجينسيس بتحدث في التستس اللي هي جناد يبقى تحت تأثير الجنادو تروبيينس وهقولها بجملة لاتونسا ولاد انه الاكشن بتاعهم عكس الفيميل نبتدي بالفوليك الستيميليتنج هرمون ثم اللي تونيزن هرمون يعني الوفيليشن يفجرها ويحاولها مين يشتغل اول في الفيميل الفيميل ثم الاله الميل العكس لا تخذ بالك منها تتخبطها الاله مهم للأرلي ستاجس بينما الاف اسه مهم للأرليات ستاجس هذا الطالب العادل من الاوائل نكمل الاله هو اللي يستيميليت الانترستيشل عشان يطلع التستستيرون مهم جدا بينما الاف اسه الشيء لزوم الشيء بيطلع الاندروجين بايندين بروتين اللي هيمسك الاندروجين اللي هو التستستيرون ويحتفظ به بتركيز عالي في الدسك لانه مهم للأرليات ستاجس انه يزول عدد الاله رسيبتور على الانترستيشل سنجد يشتغل لكي نرى التكامل ما بينه يعني الاله يطلع التستيرون والاف اسه يطلع البروتين اللي هيمسك التستيرون اللي هو الاندروجين لكي نحافظ عليه الاف اسه يزول عدد الاله رسيبتور على الانترستيشل ويأتي الاله يستغل على الانترستيشل سيطلع التستستيرون تبقى مصيبة توليسينة ان التستستيرون مهم للأسفرماتوجين هو ليه ربنا خلت تستس اللي بتعمل اسفرماتوجينس في السميني فراسيبيولز في جنبها انترستيشل سيلز تطلع التستستيرون بقولها بالبقى يجب انترستيشل 100% التستستيرون ليس مهم للأسفرماتوجينس وبتركيز عالي لكي انترستيش تطلعت اندروجين بايندين بروتين فالتستستيرون مهم للماتيوريشان فيز يعني السؤال في الامسكو بطريقة تانية ان الارلي ستاجيس لا تحتاج تستستيرون اندروجين اندروجين مش حاوز اندروجين ثاني حاجة مهمة الانقسام ثالث حاجة مهمة الانقسام افتيريون اهم تلات ترمونات طيب سؤال ما هي الحاجات التي تحتفظ بهاي تستستيرون تلات حاجات مهمة اولا ليه تركيزه عالي لانه يقومها تكفي التستس ادي اهم السبب ثاني سبب ان عشان يعد تركيزه عالي الـ FSH طلعت أندرجين بايندين بروتين يمساكه عشان يقعد تركيجه عالي ثالث حاجة وهي الجميلة يا أولاد هو الـ Counter Current Blood Supply وتعالوا اشرح لكم طريقة جميلة جدا فاكر ان كنا قلنا انه الـ Spermetic مجاور للـ Spermetic Vein بالشكل ده يبقى مجاورة فتعالوا نشوف اين لا يحصل انا بس بلسمها انا اسف شايفها ده الـ Spermetic Vein جاي بالدم وده الـ Spermetic Vein شوف الروعة في الخلق الاه يبقى طهير متعاكس لان الدم في الأرتي جاي ناحية التسكل الدم في الفين اوى فرم التسكل التستستيرون اللي حاول يهرب من التستس تركيبه ايه؟ السكس هرمون السكس هرمون السكس هرمون يبقى تدوب في السل الممبران وتعدي للأرتي فترجع تاني للتستس ده اسمه ميكانيزم موش رائع ما الذي يعتبر اهم هرمون للـ Spermatogenesis هو التستستيرون ما الذي يجعل تركيزه عالي في التستس واحد انه ينتج في التستس اثنين FSH اندروجين بايندين بروتين يحتفظ به في التستس حتى الكميات اللي هتهرب بسبب هذا الطهير المتعاكس كونتر كارنت ان الدم طالع في الفين كده و جاي في الأرتي ان التسترون اللي هرب في الفين عاوجي اخر كبرا لانه استيرويد سوليبول الليبود عادة من خلال الجدار ورجال الارتي عشان يرجعه تاني تستس شيء رائع 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 ان قلنا الاتفين والانهيبين الاتفين يزود FSH بينما الانهيبين ينقص FSH ونحن نريد هذا مهم سبرماتوجينس خامس هرمون مجموعة هرمونات ثانية مهمة الاسبرماتوجينس مهمة مهمة للسبرماتوجينس التستيرون كاللات ثيروكس مهمة لعمل السبرماتوجينس بدليل ان الطفل كان كريتن اللي عنده هايبوثالوديزم كان عنده إمبوتنسوستريلتي الليبتن اللي هو بيخلي الشخص رفيع اللي يطلع من الهايبوثالماس مهمة للبيوبرتي للبلوغ زي ما نشوف دلوقتي ولا تنسى ولا تنسى صدق ولا تصدق كما انه وراء كل رجل عظيم امرأة وراء كل سبرم سمول أمونت مهمة للسبرماتوجينس لأنه يميديات الأكشن وفش 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 يساعد الفش وفش هو المساعد بتاعه هو اللي يطلع الأروماتيز إنزيم اللي يحول من الأندرجن إلى إستروجين كلام رائع كلام رائع يبقى خمس هرمونات مهمة للسبرماتوجينس حضرتك تفكر بهدوء السبرماتوجينس تحدث في التست اللي هي جناد يبقى مية المية under the control of جنادوتروبينس اللي هم الـ LH والـ FSH تسمى الثمان يتحدث على التستيرون 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 الثالث هرمون وأكثرهم اهمية هو التستيرون مهم للتستيرون مهم الكمل الميوسيز مهم الديفلوكمنت والفونكشن تعجينا الكثيلة وقلنا ايه الحاجات اللي بتحتفظ بالتركيز عاية سوملتان سنة 4 الأكتفين بيزاوا الافس اتش والانهبين ينقص الافس اتش سوملتان سنة 5 أخر هرمونز فيهم اربعة جروث هرمون ترولاكتن فور ايرلي ستيجز ثيروكسل الليبتم مهم الابلوغ زي ما هنشوف والإيستروجين مهم السبريماتوجينز ينقص الافس اتش اللي عاوز يراجع يبقى يراجع بعد كده نيجي اضر فاكتورس اللي هم مش هرمونز اضر فاكتورس ثلاثة يا ولد تامبريتشر درجة الحرارة المثلى الأبتمام تامبريتشر للسبرماتوجينز هي ثيرتي تو ديجريس سنتيجريد درجة حرار المثلى السبرماتوجينز هي ثلاثة 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 نفسر يا أولاد لماذا التستكل لندارس أناتومي أجنة إمبريولوجي نشأت في الجنين جوه البطن جنب الكلية والدليل والدليل أن البلد سبلاي والنيرف سبلاي بتاع التستكل هو نفسه هو نفسه بتاع الكلم هذا كلام مهم في الآن وعين وجدت الجو حر جوه 37 ما ينفعش الاسبرماتوجينز فعملت رحلة طويرة عارفينها كلكم ودخلت من الانترنال انجوينا الرينج عبر الانجوينا الكنال للإكسترنال انجوينا الرينج واستقرت طر الجسم في الطراوة في السكروتا يبقى ليه عملت رحلة دي؟ عشان بتبحث عن الحرارة المسلى جوه 37 ما ينفعش يعاوز حرارة نين وتعتين وأقول لك حاجة ما بيننا ومين وفي سبيل هذه الرحلة أولاد بقى عند الزاكر الانجوينا الكنال ضعف في الأبدومنة الهول كثير من الميلز بيحصل لهم بسبب الحكاية دي؟ انجوينا الهارنية يبقى رحلة التسكن للخروج من السخونة 37 داخل الأبدومنة جنب الكلية لها نفس البلوت سابلاي والنيرف سابلاي بقى لاحظ في الأناتومي بتاع الكلية؟ عشان تخرج برا في السكروتا خرج بالانجوينا الكنال اللي هو استمر ضعف في الجدار بتاع الأبدومنة يدعو حدوث حاجة اسمعين جوائنا الهارنية وفي أجهزة تكييف جوا تؤكد الحرارة الـ 32 افرد الدنيا برادة قوي نزل الحرارة الـ 32 افرد حرارة الـ 32 افرد حرارة الـ 32 افرد حرارة الـ 32 افرد حرارة الـ 32 وماذا تزوج الحرارة؟ التفكير من المسل الذين تعرفين أنتم برانش من الانترنى الأوبليك تشد تسكن من الناحة الـ نحة الدفن موسل وهو المسل الموجودة في السكروتا في الكيس الخصية فلما تنقبل هذا الدارتوس المسل الكيس الخصية يصغر فالسيرفس اريا تقل فما يحصل فقدان للحرارة في البرد يوجد شيئان يحافظوا على الحرارة عند اثنين وتعتين لو نزلت 2 موسل الكريماستريك موسل تشدها ناحية الأبدومن والدارتوس موسل تقلل السيرفس اريا بتاع السكروتام فتقلل الهيت لوس قام بمجرد سيقنط صنعات اللي بتساعد على التبريد هنا و هنا حاجتين ان الخابة السكروتام تقبل بلاحظ وما فيه سفاكوتين ياسفاد بما يسمح بفقدان الحرارة وحاجة ثانية رائعة اللي بدأنا رائعا فهي تقلل المجرد مرة تانية أوريك أن كل حاجة كان وراءها سبب إلهي رائع واحد في الصورة سوف أجيبها وشحلة التسس مية المية الدم المتضفق عن طريق الارتي ده جاي من جوه بجسم درجة حاطه 37 سيسخن التسس بينما الدم الخارج من الكليا في الفينس بلد بارد لأنه جاي من بره بره الدنيا ساعة يبقى ده سخن وده بارد فيحصل الحرارة تنتقل من الارتي إلى الفين الارتي اللي هو الدم فيه أسخن 37 لأنه جاي من جوه تنتقل إلى الفين اللي هو الأبرد يبقى الارتي سابل السخونة اللي فيه قبل ما يروح للتسس فده يحافظ على برودة التسس يبقى هذا الكاونتر كاران ميكانيزم عمل حاجتين رائعتين أنه التسس ترون اللي هرب في الفين رجعه تاني رجع للارتي ورجعه للتسس والحرارة السخنة اللي جاية للتسس هربت للفين وتبددت راحة للجسم عشان نحافظ على حرارة التسس يبقى الكاونتر كاران ميكانيزم سيرس تو فانشنس انتقال التسس تيرون من الفين إلى الأرتي لأنه ستيرويتس بيحافظ على تركيز التسس تيرون عالي في تسكتس انتقال الحرارة من الأرتي إلى الفين بيخلي الأرتي للبلاد يجي أقل حرارة التسس فيحافظ على درجة حرارة المسلحة وهي تنين وثلاثين في مرض اسمه كلمة من ثلاث أجزاء كريبت يعني مختبئ حتى في الاستولجي بتاخده كريبتس 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 مختبئة أورك يعني خصية إزم يعني مرض كريبت أوركايدزم يعني مرض الخصية المختبئة لو بيبي تولد التسكيل جوة الأبدومن فشلت في أنها تنزل في السكروتر لو التسكيل جوة الأبدومن عملية الاستروماتوجينيسيس بتقف والبيبي يبقى استرايل عقيم إمتى إذا كان بايلاترا؟ لأن الإنسان يحتاج إلى نصف خصية فلو خصية واحدة بس لها من نزلتش لا يوجد مشكلة لكن لو الخصيتين لا نزلوش يحصل استرايلتي خلق بقى بقى سؤال مهم جدا في الامسكيو يا أولاد طب التسكيل لها وظيفتين السكرماتوجينسيس اللي قالوا وظيفة الإكسوكراينل وتستستروم بروداكشن لا التستستروم بروداكشن يحصل في 32 ويحصل في 37 لو التسك الجوة وعليه التستسترون يبقى عادي جدا وعليه مظاهر البلوغ مظاهر البلوغ في هذا الشاب أو الطفل تبقى تيجي فوقتها عادي خالص يبقى الساكن بسكس أورجانس أرنور يبقى أولها بطريقة تانية عشان تفهمها في الامسكيو للخصية يوجد وظيفة يوجد وظيفة طائلة السكرماتوجينسيس هي دي الوظيفة حساسة جدا تسترون يجب أن تستخدم بدرجة 32 لو تستخدم بدرجة 37 لا تحصل إنما الاندوكرينال فانكشن وهو مسؤول عن زواهر الرجولة لا مش حساس يطلع في 2 وقع ويطلع لو خصية لا تزلتش وقعد الجوة الأبنوه في درجة 37 يبقى ثاني البابي لسؤال مهم جدا في الامسكيو اللي عنده بايلاترال اندسند التستس يعني باستستيس ما نزلوش وضعه ايه بايلاترال مش يخلف لكن مظاهر الرجولة والتسترونة تبقى عادية خاصة ثاني بروف شخص عنده حرارة عالية لما يبقى فوق سبعة وتلاتين بيبقى تحت ني وتلاتين طب لو فوق واحد واربعين هيبقى تحت ستة وتلاتين ما هي القصة بحاولي خمس درجات او الهوت باث الناس اللي بتقعد كده هتاخد حمام سخن وينشن الشار على منطقة التسكنس كده تضيع الاسفيرماتوجنس كده ما فاتش الموضوع نايله بنيلة او التايت اندر بانس اللي هو الناس اللي بتلبس يعني ملابس داخلية ده اه او قوي فهي رح كابس التسكن جنب الابدومن حيث الحرارة العالية فما يحصلش اسبرماتوجنس التسكن مع الاعتذار في التعبير ياولاد تحب الرحراح لا تحبش الزال تزنقها باندر وورد تلزاقها في الابدومن في الحرارة العالية ما يحصلش اسبرماتوجنس كل هذا انهيبت اسبرماتوجنس تاني حاجة الدايت سيبك بالعبط اللي يقولك فيه اكلات معاناة زود الخصوبة والستاكوزة والكلام الفائد ده سيبك منه ده كله يعني اضغاص احلام هم في حاجتين في الدايت مهمين للسبرماتوجنس البروتينس والفيتمس بروتينس لسببي ان طبعا اي عملية سيلدي فيجين والاسبرماتوجنس سيلدي فيجين بالهبل محتاجة بروتين كما ان الجنادوتروبينس الجنادوتروبينس والفيتوتري اللي هم مهمين للسبرماتوجنس هم بروتين نقص فيتامينس انهي فيتامينس نحتاجها انا كذبة بتلاقي قطيفة اويا اي بي سي فوت الدي وهكي اي بي سي اي ايه لو مقطع فيتامين اي من التسكل كما الجلد هيحصل فيها كراتينيزايشن وابيثيليا فما يحصل شو سبرماتوجنس انت لو مقطع فيتامين اي بي حصل في جلدك اي بي يتكون كراتين لير يبقي خشل الكراتين لير دي لو نقص فيتامين اي هتتكون تحت في التسكل تمنع السبرماتوجنس مهم لعمل D-NA فلو نقص البي مفيش D-NA يبقى فيش سبرمتروجين فيتامين سي مهم للتستوستيرون ونقص فيتامين سي مفيش تستوستيرون فيتامين اي دا انتستيريليتي فيتامين اي راتس لانتستمرار هناك فلو نقص الميته من اي اخر حاجة في التلاتة قلنا يا اولاد ان عملية الاسبرمتو جانس عملية رقيقة جدا فالبرونج الاسبوجر يوقف الاسبرمتو جانس عشان كده أفتكر وإحنا لما اشتغلت نائب في الأصل عيني انتوا بتفتكروا الحكايات كان مرتبي فاكره كويس قوي نائب في الأصل عين 29 جنيه بذلك الزمن عندما رحنا نقبض كانوا نواب الأشعة بياخدوا 32 جنيه فانبرى أحدهم مسأل هما ليه بياخدوا 3 جنيه زيادة عننا فالصرف ردوا قالوا دول نواب أشعة عرضة الإشعاع ممكن يجي لهم عقب فبياخدوا بدل عقب بدل عقب 3 جنيه ثاني حاجة بكتيريالو كاميكال توكسنز تلك عملية السبريماتو جينسيز حساسة جدا أي حاجة توقفها لكذا حد قلنا ان كان فيه بلد برين باريار لكن طبعا البلد برين باريار ده أولاد مش أبسليوت لو زادت التوكسنز أو في جزء منها يعدي ويضير فالبكتيريالو كاميكال توكسنز ممكن توقف السبريماتو جينسيز وأشهر حاجة التهاب الغودة النكافية هنا لما يجي له مامبس يطلع توكسنز تروح للتيسكيلز تديستروي السبريماتو جينيك إبثيليم هنا هقول معلومات أنا للزملاء الأصغر سنة مهمة جدا لو الطفل جاله التهاب الغودة النكافية وهو الأغلب لا تؤثر على التستس ليه؟ لأن في الطفل التستس مش شغالة وبالتالي البلات سبلاي بتاع عليها جدا انها مش شغالة طب هو التوكسنز هتوصل إزاي للتيسكيل تحت عن طريق البلات سبلاي اللي هي طبيعة البلات سبلاي بتاع علي اللي يبقى يوصل لها كمية غير من توكسن يبقى الخطورة لو واحد كبير جاله مامبس لأن هنا التسكيل فانكشن عندها هاي فسكولاريتي ففي فرصة للتوكسن عن طريق الفيسل الكثيرا ليه توصل تحت وتقصى على التسكيل هاوذر ما عليكش الكام ده ما قوله للزملاء الأصغر سنة لو واحد كبير جاله مامبس التهاب الغدى النوكافية احتمال العقب خمسة في المية فقط في الميل خمسة في المية فقط في الميل وحتى الفيميل بيبقى فيه احتمال للعقب بس أقل كتير خمسة من عشرة في المية يعني عشر الكمية طيب إبوكسيا لو ناس رحوا يعملوا الهانيمون شهر العسل في الجبال فوق سويسرا أعملين انهم يجيبوا بيبي لأن هذه إبوكسيا ستنهيبت الاسبرماتوجينسيس يبقى دي العوامل التي تؤثر في الاسبرماتوجينسيس تبقى حظينها صم خمسة هرمونا من يقولها معنا في عبالة الاسبرماتوجينسيس تحدث في الجنات يكون مياه المية تقلير Mgolv FSH غاز كتابه ل skept رعوان توحة من التاستيرون مهم النزل أعمل الحركة تورماتوجينسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيق يعتبر أعزıp ثم الأكتبين والإيهبين نمرة أربعة ثم أخر هرمون نمرة خمسة وتلاتة أخر فاكتور زولات أهم هايبان أخر فاكتور تيمبريتشر وضايت وأخر فاكتور اللي هم بيشتركوا نمرة تمانية بحاجة واحدة إن عملية الاسبرماتوجينيسيز على عكس التستوستيرون برودكشن حملية رقيقة جدا تتقصى بالإكسري ورديشن بالتوكسنز وإن باكتيريا أو كيميكالز بنقص الأوكشن هذا أهم سؤال على الإطلاق نكمل التستوستيروني اللي هو قلنا استيرويد هرمون البلازما في الميل طبعا أعلى من الفيميل في الميل عندها أندرجي بس الميل أعلى زي الإسترين كثير في الفيميل هل هناك إسترين في الميل؟ نسبته 300 لألف نانو جرام لكل دي سيليتر يعني لكل برسنت بينما في الفيميل الأندرجي يبقى 30 لسبعين نانو جرام لكل دي سيليتر المودة بأكشن لأنه استيرويد يبقى صليب يبقى يدخل خلايا بالسيمبل ديفوجين كلها بالاس استيرويد بحرف الاس تدخل خلايا بالسيمبل ديفوجين توصل نيوكلاس وتأثر في الثنسس في الجينز يبقى جينوميك أكشن خب بلما دي مهمة جدا أولاد وكثير من الزمناء بيقولوها هلا تستوستيرون التستوستيرون وكثير من حسنا لما يذهب إلىerkام بيتحول بلانانيوم مهم جدا اسمه 5-الفارادكتيز إلى مركب آكثر نشاطة اسمه تستوستيرون ليس اكتب. من الاختب؟ الديهادرو تستوستيرون. كيف يتحول التستوستيرون الى ديهادرو تستوستيرون؟ قلنا بوصلة 5-الفا-ريدكتيز انزائل. الديهادرو تستيرون 10% الديهادرو تستيرون. نحن نقوم بطريقة لا تنسى. التستوستيرون يحب يشتغل في الجوه. ففي الفيتس يشتغل على الانترنال جينيتاليا. فيه الجملة المليون جديد؟ فيه ما خلا فيه ما خلا فيه ما عدا البروستيت. وفي الأدل تشتغل عليه جوه البونز والمسلز بينما الديهادرو تستيرون يحبه بره. في الفيتس يشتغل على الانترنال جينيتاليا. تستيرون يشتغل على الانترنال جينيتاليا. وفي الأدل تستيرون يحب الشغل في الفيتس على الانترنال جينيتاليا. تستيرون يحب الشغل في الفيتس يشتغل على الانترنال جينيتاليا. وفي الأدل تستيرون يحب الشغل في الفيتس يشتغل على الانترنال جينيتاليا. مجرى البور وتعمله مشاكل في التباوة الرهيبة كان زمان الحل جراحة. لحد ما الفيسيولوجي يحل المشكلة. اليوم هناك أدوية رائعة تستيرون يحب الشغل في الفيتس يشتغل على الانترنال جينيتاليا. مثل الافوضاع التمسل 5-الفا-ريدكتاز انهيبيتور يمنع تحول التستيرون لضايها التستيرون. وهو مهم من نموه البروستيت. فالبروستيت تصغر لنص الحج بدون جراحة. وبالتالي كان هذا اكتشاف رائع في الفيسيولوج. ويجعلك تحب المعلومات التي نأخذها. أنه 5-الفا-ريدكتاز انهيبيتور ده أهم عقار النهاردة. يمنع نموه البروستيت. البروستيت هي الإكسابشن. نحن قلنا الديهاتيستيرون يحب الشيطات اللي بره. الإكستيرنا جينيتاليا في ما يخال البروستيت. اللي بره اللي هو الاسكين. فما ندي 5-الفا-ريدكتاز انهيقل الديهاتيستيرون. هيصغل البروستيت. لكن طبعا من ضمن الباد إفكتس بتاعته شوية. انه هيضع في السكين. السكين بيبقى في الحالة دي ثينر شوية. بس مش حاجة تسكر يعني والشعر بتاعه قل. وطبعا البينيس بيتأثر شوية. الحاجات اللي بره. بس المهم تفادينا الجراحة. بس المهم تفادينا الجراحة. بس المهم تفادينا الجراحة. المهم التفادينا الجراحة. بس المهم التفادينا الجراحة. ثم يقل يوم تولد ثم يعاود الزيادة طبعا في البلوخ ثم يقل بعد سن ستين يعني ماشي يا هوبوس في الانتراترال لايف عالي في التشايلدهود قليل في الأدلتهود عالي وبعيني قل تاني بعد سن ستين وأبقى السؤال الرائع بقى هنا وده سؤال داخل سؤال هو إحنا محتاجين ليه تستوستيرون في الجنين الذكر إن من يجعل الذكر ذكرا هو التستوستيرون يبقى مهمه فورسيكس ديفرانشيشن وهتعرف معلومات رائعة دلوقتي تميز الجنين إلى ذكر أو أنسة يحدث في الإسبوع السابع من الحمل حتى قلت رقم الواحد يمكن ينسى رقم سبعة كرام الخلق سموات سبعة في الإسبوع السابع وتعالى بقى اتفرج بطريقة العبد الله هنتكلم على الديفلوبمنت اوف جونات اللي هو البرامري سيكس أورجن والديفلوبمنت اوف داتس اللي هي السيكيني سيكس أورجن تخيل صدق أولاد تصدق التستك اللي هو يجعل من الذكر ذكر والمبيض الذي يجعل من الأنثى أنسة هما الاثنين مع أن هذا عكس هذا تماما أصلهم ومنبتهم واحد الأورجن بتاعهم واحد حاجة اسمها باي بوتينشل بريمورديا الجناد باي بوتينشل يعني ثناء الكمون كامن في هذا الجناد التستكيل والأوفرس فسموا باي يعني اثنين بوتينشل كامن في الاثنين بريمورديا يعني ابتدائي جناد وبقولها بطريقات يا أولاد الله يعلن عن وحدانيته حتى الذكر الأنثى اللي هما يبدو يا متباينان يبدو يا متباينين آسف لأن أصلهم أصل التستكيل وأصل الأوفرس حاجة واحدة جناد ابتدائية كامن فيها الاثنين باي بوتينشل بريمورديا الجناد طيب لو الشخص ده ذكر هيبقى عنده الواي كرموزومس هتتحور المدالة إلى تستكيل أما لو كان أنثى يبقى ما عندهاش الواي كرموزومس هتتحور الكورتكس بتاع البيبوتينشل بريمورديا الجناد إلى أوفرس بقولها بطريقات يا تونس يبقى في البيبوتينشل بريمورديا الجناد الميل الميل بحرف الام يهمه مين المدالة بحرف الام يبقى الميل يهمه المدالة في وجود الواي كرموزومس في عدم وجود الواي كرموزومس الكورتكس يدي أوفرس تستستيرون مع الموليريان انهيبتينغ سابستانس اللي كان بتطلع مستر تولي سيلزي قلناها وانتلكم هكلمكو عنها حتى من اسميها تستستيرون هو ايه؟ وموليريان انهيبتينغ هيينهيبت الموليريان ضقت فاللي يفضل الويلفين هيا لتدي الفاس نفرونس يبقى مين اللي خلال الويلفين هي اللي تنمو الموليريان يوقف الموليريان انهيبتينغ في موليريان انهيبتينغ سابستانس والتيستستيرونغ الولفين سيتدي الفاس نفرس أما لو لا يوجد تسترون الموليريان في هذه الحالة هي التي ستنمو وهتدي الفانلوبيان ثوب يقول لي انت حفظت الأورانية في الجناد قلت الميل يهم المضالة يبقى الفيميل الكورتيكس المضالة تدي تسكيلز والكورتيكس تدي أوفرز طبعا تحفظنا كيف يقول في الموليريان مين المهم للميل ومين المهم لفيميل ألا يقع في روعك لما أقول ولفين يأتي في ذهنك كلب ولف يأتي في ذهنك أن كلب ولف هذا ذكر يبقى الميل يهم الولفين هو المهم بالميل يبقى الفيميل يهمها الموليريان في وجود التستوستيرون والموليريان الموليريان تدي الفالوبيان في الميل فعدم وجودهم الموليريان تدي فالوبيان يكون قسم نقطتين تقول فالورجين وتكون كنترول فالجنادس هما الان أنني تتميز من حقا وحده الجنادس المهم ket koji المضالة تدي تستس لا يوجد تستسترون تستسترونو موليريان موليريان ضاعت المولفين تدي الفلوكين لا يوجد تستسترونو موليريان أحفظ لكم الطريقة ستزعل مني البنات قليلا ولكن ستحفظوها بنا ولكن سأصالحكم بعد قليلا يعني كأن أولاد الأساس هو الذكر لو في واي يبقى في تسكن ما فيش خليها أغريب لو في تستستيرونو موليريان انهيبتينج الولفين تبقى ضاص ما فيش ما فيش سبعة تبقى في ميل يبقى الأساس هو الذكر في ميل زعلوا مني طبعا لاني بقول ان الكنترول الواي هو اللي بيحدد في واي او مفيش واي في الجناد والتستستيرونو موليريان انهيبتينج هي اللي بيتحدد الدكس موجودين ولا مش موجودين هتصالحهم بطريقة مختلفة ان الأصل لو سبت الأمور على مجراهة طبيعي متدخلتش لا فيه واي ولا فيه تستستيرونو موليريان انهيبتينج ما فيش حاجة الطبيعي انها تمشي نحت الفميل عشان تغيرها من فميل الى ميل تحتاج الواي عشان يعمل لك المضالة تسكل وتحتاج التستستيرونو موليريان انهيبتينج عشان يعملو لك الولود في الضكت يعملو لك الولود في الضكت يعملون ده نقطة مهمة جدا في ننتقل ننتقل في النير نوتال بيروت ولد الطفل فلما تولد التستستيرونو توقف طب لماذا تسكل بطالة تطلع التستستيرونو لما تولد الطفل لان انا قلت يا أولاد انّ البيتيوتري في الأطفال ما بتطلعش جونادو طير ضربين هورمونز لان الهايبثالماس ما بتطلعش كونادو طير ضربين hyperl angles وعليه مافيش جونادو طير ضربين وعليه مافيش تستستيرونو طيب نيجي المرحلة ثالثة في الشعب وفقط عند language الغبت في البجورتي تبتدي البيتيوتري التي تشتغل Practice عيدها عند البيئوفرتي فقط حيث لا丈actic وعليه تستجيب البيتوتر بأنها تطلع جوناتروبين مضمنهم الـ LH الذي يزود التستوستيرون في فترة عدلة هوض البلوغ يبقى كل شيء يشغل البيتوتر يطلع جوناتروبين البيتوتر يطلع جوناتروبين لأنها تطلع تستوستيرون ثم بعد سن 60 يبدأ التستوستيرون هذه الإجابة المحترمة التي يجب أن يكتبها الطالب عن تستوستيرون إنما تكتب لي كلمتين لا يهمش قيمة سأتكلم في مراحل أربعة جنين طفل بالغ طاعن ولا تنسى ماشي في تضر اللطيف في الجنين في تستوستيرون ثم يختفيه أنت طفل يعود يزوره أنت بالغ ثم يبدأ في أنه يقل وأنت طاعم في السن يعني هي الكيرف اللطيف قوي عالي في الانتراترين لايف يقل في التشاي عالي في الأدلتود يقل في الأولديج وهو تنسى سؤال له من أهم المواضيع وهو يثبت شيئا واحدا وحدانية الخلق أن أصل الخلق تصدق يصدق أن في تستوسترون يصدق أن تستوستيرون تستوستيرون ثم يعود الزهور في البيوبرتي لما الهيبوثالما سيبتدي تطلع جوناتروبين ريليسين وجوناتروبينز الأهمهم من اله يطلع تستيرون يعود الزهور بكيميات رهيبة في البلوغ ثم يقل بعد سنستين سؤال الأقل الأهمية عن فاكتورز افكتنج سبيرماتوجنس فانشن اف تستيرون طالب القابلة مع الاعتذار كتب على طول المسكرونيزين فانشن ان التسكل بيخلي الراجل راجل يا حلاوة كده خدت ربع النمرة ليه؟ لان انا قلت للي بيسمع محاضراتي ان التس تستيرون موجود في حياة الذكر مرتين مرة وانت جنين ومرة وانت بالغ يبقى لازم تقولي الفانشن في الانترا ترين لايف والفانشن في الجلوغ فلما تتكلم عن البلوغ على طول يبقى حضارك نصف السؤال لازم تقول في الانترا ترين في بعمل ايه؟ حفزتها لأجيال بطريقة للم ولن تنسى ثلاثة بحرف الدين وظاف الانترا ترين وغير ايه؟ فالنمرة واحد يسا يعلنها الديفرانشياشة اللي هو تمايج الجنس قلنا كان هو اللي يخلي الولفين داكت تدي الإبيديديميس ولوصدفرانس تدي الداكت ولا تنسى أن التستيرون ليس فقط يجعل ذكر ذكر وينهيبت الفيميل الجينيتائي اللي هو الموليريان داكت كالمؤقافة الموليريان انهيبتهم والتستيرون ليس فقط على وجه تحديد الضيهاد والتستيرون يبدأ اول وظيفة في الانتر ترين لايف انك تشكر ربنا انه هو اللي جعله الذكر ذكر ساعد الديفلوبنت اول حرف دي ساعد الديفرانشيشن للولفر تميازت للدوكت واليوروجينتال سينس والتيوبركل قدة البروستات والبينس خلاص ووقف الفيميل ريبرودكتب سيستي تاني وظيفة بحرف دي يبقى اول حاجة ديفلوبنت تاني حاجة ديفورانشيشن اوف ميل برين تميز مخ الضكرة وهنا عاوز اقول حاجة عشان الفيميل ما يفهمونيش غلط تميز مش معناه افضل تميز هنا بمعنى اختلاف مختلف وليسا افضل التستوستيرون هو هو اللي بيخلي الميل برين يختلف عن الفيميل برين بره طالب سألني هو مخ الزكر يختلف عن مخ الأنسة اقول له اه يختلف ما قلتش افضل قلت يختلف الافضلية دي عند ربنا بيقررها ربنا طب يختلف عندي اثبات دامغ ان جنادوتروبين ريليسنج هرمون من الهايبوثالمس او في البرين وعليه جنادوتروبين ريليس من البيتيوتري بيبقى بصورة مستمرة كونتينيوس في الميل بينما الهايبوثالمس وعليه البيتيوتري في الفيميل بتطلعهم بصورة سايكليك يعني دورية وهو ده سبب دورة الشهرية ده دائش بقى دامن مش الهايبوثالمس دي حتى من البرين اه الهايبوثالمس في الميل وعليه البيتيوتري بتتصرف بطريقة غير الفيميل في الميل بتطلع بوناتروبين ليسي جورمون وعليه بوناتروبين بطريقة كونتينيوس انما في الفيميل بتطلع على الطريقة سايكليك بقى تدامن هو زائد ان الاجريشن اكتر في الميل بيعزى للتأثير التستيرون على الميل برين ان الولاد مور اجريسي اكثر عنفة تالت دي ان قلنا ان التسكل بتبقى موجودة في الابد من الولاد مين اللي بنزلها نحت الاسكروتاب حيث الحرار الاحسن اثنين وثنين وثنين بدل سبعة وثنين التستيرون على وجه التحديد الاكتف فورم اللي هو الداي هادو تستيرون يبقى هيضيع نص السؤال في الطالب القابلة لو جاءوا تستيرون سوف يدخل على طول على المسكرونيزاشن نسي ان في اربع مراحل في حياة المر التستيرون يظهر يظهر في مرحلتين في الجنين حسنا في البلوغ تشرح في الجنين يعمل تلات مفيدة حاجات التغيير من الناس تسكل على طريق الملطس توصيرون يجب الناس نعود إلى مراحلة توصير نص السؤال لو سببت الانتراتي حول الحلوي الانتعام ليس مهم ان الاني بالنسبان لكيس البذائل بيخبط على نص السؤال على فرصة الأولانية ونصفاك يتم ارثت المؤكد على صفحة العهدية الانتعام ليس مهم فقط يدعون رضاً لاحظه يحدث لكي حادث العهدية هكذا الآنارف على صفحة والدفن وتسجد المؤكد على صفحة العقلية لما الناس تطعم في السن في تقول قاليت الشباب يعود يوما فأحكي له عما فعل بيئة المشيط عارف مين اللي بيخلي سحقه في الشباب كويسة؟ بالتستوستيرون في الزكور كيف تنسى ان من اهم وظائف تستيرون غير ان يخلي الراجل راجل انه يخلي سحقه قويسة له افكت تعجير الميتابوليزم اهمهم بروتين انابوليزم على المصر والبونز يخليها قوية نرجع بقى المسكروناجيك افكت هنتكلم في ثلاث نقاط مع شك نستعشق للنظام على البرائماري سيكس أوربان على السيكينري سيكس أوربان أي حاجة ما عندها تستيس إلى السيكينري؟ على سيكينري سيكس أورغان قلنا مهم للاسكرماتوجينيس والتستوتيرون من حاجات السيكينري مثل السمن الفيسكل والبالبيوريثرا الجلانس. الضيهاتو تستيرون مهم للبراه. البينيز والسكروتام افتح ودنة فيما خلا. فيما عدا. البروستيت مهم لها الضيهاتو تستيرون. الطعب الأوائل ليس التحجيز. يكتب لي مهم للتحجيز. لا تحدد تستيرون مين. والضاهية تستيرون مين. البينيز والسكروتام برا. لكن هناك خلا مهمة جدا. ولا تطبيق كلينيكي. ومع عشقته مثل عشق النظام هاخدهم من فوق لتحت عشان ما تنساش تأثير على الهير ننزل على الاسكين على الحنجرة على البادي كونفيجوريشن وبعين على البيهيفور ايفكت واي حاجات معروفة نمسك الهير تحديد غش مشروع بص في اللبنة تجد عدد من الذكور فقدوا شعر الرأس بلا بس اللي بيصلاحه يبقى التستوسترون بيقلل الاسكالب هير وعلى النقيل يزود البيهور والفيس هير مشانبه دائمه حاجات كنه شعر الجسم والبيوبك هير يخليها تريانجولار وعلى النقيل بين البيهور والفيدي كونفيجوريشن لما يأتي اولاد الفيميل حاجات كونفيجوريشن سأقول العكس في حصص الفيميل سأقول انها يزود الإسترون بيزود الاسكالب هير في القنصة يقلل الفيس والبادي هير والفيوبيك هير مسلس رأسه الفوق يعني تريانجول وعلى النقيل بين البيهور إنما الميل شعر اللي عندنا بيبقى ترانجل والأيبكس أبورس الفيميل لا بيبقى ستريت والأيبكس لتحت البيز هو الفوق هذه الهير نمسك على السكين كلام كله عارفين ومئة المئة في الميل السكين بيبقى مورثيك وبيزود إفرازات الغدد الدهنية فالميل يبقى أكثر عرضة للأكني اللي هو حب الشباب إنما الفيميل بيبقى ثين في الإيسترو لما ناخد وهيقلل إفرازات الغدد الدهنية وبالتالي تبقى الفيميل أقل عرضة أقل عرضة للأكني لأنه ما هو الأكني يا أولاد هو غدة دهنية من قطر إفراز الدهون تسد الضغط بالدهون والتهبت قادي حب الشباب يبقى حب الشباب من جراء زيادة الإفرازات الغدد الدهنية انسداد الضغط والتهاب الغدد من اللي بيعمل ده التسيروب عشان كده الميل بيبقى عنده بيزود إفرازات الغدد الدهنية وبالتالي يبقى مور أكثر عرضة مش فقط للأكني من الفيميل نمشي على اللارنكس يقول لك تفاحت آدم يكبر اللارج متوف اللارنكس وعليه يطول الفوكال كورتز نمشي على اللارج متوف اللارنكس وعليه يطول الفوكال كورتز يبقى اللارج متوف اللارنكس وديبنينج مور يبقى خدنا الهير خدنا الاسكين خدنا اللارنكس البيبقى الميل انه يبقى كبه السابع كده كتاف عريضة وبيلفيس داية حتى تلاقي بقى كمال أكسام كده تلاقي الكتاف عريضة جدا والميوز غير قوي ده البيبقى اكشان وتستيروم الفيميل تلاقي العكس حتى ترسم كتاف داية وبيلفيس واسع ومفهوم ليه ليه العكس تمانيات فوق دايةين الفيميل كتاف داية والبيلفيس والحوض واسع عشان لولادة يبقى التيبكال في الميل نبقى سبعات في الفيميل تبقى تمانيات هنا برود شولدر ونورو بيلفس هنا بالعكس بتبقى في الفيميل هيبقى نورو شولدر وبرود بيلفس يبقى لا والمسل اللارج من طبعا الميل عنده موسلس في البادي كونفيجوريشن نحن نفس الشيء الذي يجعل الولاد لديهم رغبة في البنات والتسلوا يبقى في زود الليبدا والرغبة ويزود الأجرشن تأثيره على البريم يقومون يفعل الأجرشن على الأولاد أكثر فضابة وعنفة ويأتب مواقف أسهل من البنات يسأل أبنى أن تأسل معها أو يذهب نازل معاك تسعي البنت تعالي زملتها تعالي محسنة أسعي لديدي عشان هو الذي عنده التستيرون اكتب اعتتودس هذا المسكرونيزين هذا ما الذي يكتبه معظمكم ويأخذ ربع النمر الذي قسمناه إلى تستيس مهمة لسبرماتوجنس ثانيا 6 أورغان تقول مين مهم في التستيرون للأوائل ومين مهم الضائية للتستيرون التستيرون يحب الحاجات اللي جوه فيما خلل بروستيت الضائية للتستيرون اللي برا فينزوسكروتام والبروستيت الثانيا 6 أورغان تستخدهم من فوق لتحت هير معلومات من الحياة سكين لارنكس بادي كونفجوريشن ويحب الحاجات نتعلم لكي تاخد مجرد فول ماركبة لتنسى أن الصحة التي فيها تعزها للتستيرون تستيرون اهمهم بروتين أنابوليزم عليت الشباب أعود أوما المسل يبقى قويه والبونتس بسبب التستيرون ساكندريتو بروتين أنابوليزم قلناها بلا بيتمار عمر ما كان المسل بروتين بس بروتين جواها منرلز بوتاسيوم جوا وصوديوم بره عمر ما كانت البونتس بروتين بس فيها كالسام وفوسفرس فأي هرمون يعمل بروتين أنابوليزم الطالب النابه الواعي تاني عنوان محفوظ يبقى يعمل سولتان دوتار تنشن اي هرمون يعمل بروتين أنابوليزم تاني حاجة تبقى سولتان دوتار تنشن يبقى تنسى الى جادي growth spirit then epifisial closure حاجات من الحياة أولادة تلاقي ولد قصير ثم يجي في البلوغ لما يطلع التستيرون يطول وفجأة يمح يقف نموه growth spirit يعني انطلاقة النمو نموه من الذي يوقف نموه بعد انطلاق التستيرون وكذا في الفيمين الذي يعمل لها growth spirit ثم يعمل epifisial closure ويقول لك لا تنسى لذلك الشخص الذي شاله منه الخصيان يجبه اطول احضرت توقمين متماثلي ويوم ما تولد واحد فيهم شيلت التستيرون الشخص يبقى ما حصله يبقى ما حصله يبقى ما حصله يبقى ما حصله يبقى اطول معانا مفروض هما اتنين اتنين يبقى نفسه طول يبقى التستيرون يبقى التستيرون يبقى نفسه فيه اتنين يبقى نفسه ويكبر حجم كدني لماذا؟ أحاول ان لا تفكر عندما نأكل الكيستيرون سوف نجد مهمة على المسل المسل في الميل أعلى من الكتير من الفيمين التستيرون يكبر الكيستيرون ترجمة نانسي قنقر